أريد سألك عن رأيك فيما يقدمه لعبنا المصري محمد صلاح على مدار مشوار طويل في ملاعب كرة القدم الأوروبية وتحديداً الإنجليزية محمد صلاح هو أحسن لعب في العالم من وجهة نظري دلوقتي هو سريع جداً لما أول ما بيمسك الكرة بيعمل ألأ كبير جداً للمنافس سواءً للمدير الفني نفسه للمنافس فمحمد صلاح أنا من وجهة نظري هو حد يعني يستاهل أحسن من كده ويستاهل يلعب في أحسن فريق في العالم فرنان دوميرا نجي منتخب البرتغال وفرق بين فيكا واشتوتجرد أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذا اللقاء طيب دي حكاية تعالواح لي أخبار روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبيا هذا المدرب الكفء لحق أول ميداليا للبرازيل في كرة القدم في 2016 ويبدو أنه قريب النحق أول ميداليا لمصر في الأولمبيات الناس كلها بدأت تقول لك هو بعد الأولمبيات ميكالي خلاص هيسدنا مش هيبقى معنا ميكالي وخلاص المنتخب والإنبي ده خلاص مش هيفضل ميكمل فميكالي خلاص مشي مش موجود هحكي لك شوية كواليس مهمة ميكالي يبدو أنه مكمل معنا مكمل معنا إزاي؟ هقول لك هقول لك في اقتراح أن ميكالي يمسك منتخب الشباب اللي هو مسكو دلوقتي الكابتن واق الرياض ياما الكابتن واق الرياض يبقى معاه في الجهاز الفني ياما يمسك مكان الكابتن واق الرياض في اقتراح وفيه أركز معي بقف دي وفيه أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك اقتراح اسمي ميكالي على طاولة مجلس الإدارة وقال ليه ميكالي مييش بدلا من جوزيجو ميز المدير الفني الحالي للفريق شخص اقتراح هل ده معناه بتقول لي يا كريم يعني جوزيجو ميز ماشي خلاص؟ أقول لك شخص اقتراح في مجلس الإدارة وممكن يبقى جوزيجو ميز ميكمل مع نادي الزمالك عادي جد بس ميكالي موجود في الصورة في نادي الزمالك أبش خيار وفيه معلومة كمان أن ميكالي تحت أنظار نادي بيرامد إذن ميكالي مرشح لتدريب منتخب الشباب ميكالي مرشح أو عشان أبقى ضقيق اسم مطروح في نادي الزمالك ومرشح لتدريب نادي بيرامد ميكالي هيبقى فين بعد الأولمبيات الله أعلم أنا بقولك بس لإيه التحركات في اتحاد الكرة بيفكروا في منتخب الشباب يمسك منتخب الشباب ويطلع بيه بقى يلعب بيه وبعد كده يلعب أولمبياء يعني يتساعد منتخب أولمبياء هذا المنتخب للشباب وهكذا ويكمل مشوار آخر مع منتخبات مصر للشباب والأولمبياء دي حكاية ده خبر